اشتركوا في القناة وكشف وزير الخارجية خلال لقائه رؤساء تحرير الصحف المحلية ردا على سؤال حول تصريحات نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري بأن تأخر علاقات قطر مع البحرين تعود إلى عدم الاتفاق على آليات حل الخلاف بحيث لا يوجد هناك خلاف حول آلية الحوار الثنائي وأوضح الوزير أن مملكة البحرين وجهت الدعوة للجانب القطري ثلاث مرات دون رد واقترحت تعقد الاجتماعات الثنائية للجان الفنية في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون في الرياض باعتبارها المنظومة الأم التي ترمز إلى العمل الخليجي ومسيرته المباركة طوال أربعة عقود وتمثل جميع الدول الأعضاء وقد قام معالي أمين عام مجلس التعاون بنقل الطلب البحريني إلى الدوحة والتي لم تستجب حتى الآن بالرد على هذا المقترح